نسائم أبت بعطر سكي ففاح شذاها بجمع بني نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زال سلي لمرضات رب الورى سعيهم وسنات أحمد خير مضي بدعوة صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجي بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا عن الرفقة الصالحة في أولادنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا الله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا شك أن أي ولد أو أي بنت في العلاقات العامة بين الأقران يتعرض للصالح والسيء أشكال وأصناف وألوان في المدرسة في الجامعة في الشارع في العلاقات الاجتماعية العائلية فهنا كيف يكون موقف الوالد والوالدة من هذا الولد أو من هذه البنت أولا لابد أن تكون العلاقة من الأصل بين الولد والبنت والأب والأم علاقة محبة وعلاقة احتواء وعلاقة حوار وإلا كل المتابعات والمراقبات ستمضي هدرا وعلى غير على غير هدى لكن عندما يكون هناك قبول من جميع الأطراف يعني الآن الأبناء الآن بنتك لابد أن تعرف من تصادق حتى بالأسماء فلانة وفلانة وفلانة وتأخذ فكرة عن كل رفيقة من رفيقاتها يعني حتى تستطيع أن تقيم هذا النوع من العلاقة لأن الصاحب كما يقولون ساحب وإذا أردت أن تعرف من أنا فانظر من أخالل فهذه المسائل نحتاج فيها دائما إلى أن نكون قريبين من أبنائنا يعني حتى تكون هناك جانب من الصراحة ومن العفوية أن الإبن يعني أو البنت تتكلم مع أبيها وتقول له مثلا أن أنا حصل معي على وسيلة التواصل الاجتماعي شخص بعث لي رسالة مثلا وتكلم قال كذا وكذا وكذا هل في هذه اللحظة الوالد يقول له عيب وكيف وهذا كلام ممنوع وما أقول لا يا أخي تريث عليك أنك أنت تنظر إلى هذا الأمر كيف جاء وإين وصل وأن تنصح وأن تبين بالتي أحسن يعني حتى الله سبحانه وتعالى في مجال الدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك إذن نحن نحتاج إلى لأن كل ولد كل بنت معرض للخطأ معرض للزلل معرض أن يكون يومنا الأيام ممكن ينحرف عن الطريق الصحيح ولكن إذا أردت أن تبني هذا الطفل من جديد أو هذا الشاب أو تجعل هذه العلاقة دائما وأبدا في تواصل بينك وبينه لابد أن تكون رفيقا له وتكون رفيقا به في آن واحد لأننا نحن كما قلنا المثل الشعبي اللي يقول ولدك إذا كبر خويه طبعا هذا لا ينافي أن يكون هناك مسافة بين الأب والابن ولكن يعني ذلك خويه أنك تكون قريب من نفسه أن يكون صريحا معك في كل شيء أن يبادلك الرأي أن يتكلم معك في القضايا الحساسة توكتي من الناس أحيانا عشان يحكم مع ولده في مسائل الغسل أو مسائل مثلا الأشياء التي تحصل للشاب عندما يصل مرحة مراهقة يستحي أن يتكلم معه في هذه المسائل لا بالعكس لابد أن تتكلم ولابد أن تبين له إذا كان أنت الأب أقرب الناس إليه لم يتكلم معه في هذه المسائل فمن يتكلم معه يعني وتتكلم بسلوب علمي بسلوب يعني راقي وبسلوب طيب حتى الولد يسمع ويستفيد ويفهم وإلا هو معرض للقنوات المفتوحة والإنترنت وتعطى لها معلومات مغلوطة وكثير من المسائل التي تفسد العقيدة وتفسد العبادة وتفسد الأخلاق وتفسد العلاقة الاجتماعية إذن نحن علينا دور كبير أن نكون قريبين من أبنائنا في كل أوقاتنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتب النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي أخواتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومكم طيب إن شاء الله في هذا الجو الجميل نحن عندما الأب والأم يبدو في تربية أبنائهم في شرط أساسي الحقيقة حبتني نأكد عليه هو أن يجب أن يكون فيه ودوة محبة يعني وهي تأسس عليها تربية الأولاد الودوة المحبة أولا ما بين الزوج والزوجة فيه مشاعر ود ومشاعر حب ويعني توافق جميل وابتسامات ما بين بعضهم وتقدير جهود بعضهم ويعني فيه حنية وفيه مجالس طيبة ما بينهم ثم يفضوا هذه المحبة وهذا الود الذي بينهم إلى أبنائهم وبناتهم فيعيش البيت في ود ومحبة وتشبع العاطفة لأن إذ لم تشبع العاطفة ويحدث جفاف العاطفة تحدث شكال كبير ولا يحدث أي تربية لأن هذه أساس أن تكون فيه إشباع العاطفة ما بين الزوج والزوجة ثم تضي هذا الحب وهذا العاطفة والود والمحبة والحنان إلى الأبناء ثم من بين يحدث بين الأبناء والبنات هذا الود وهذه المحبة فيغمر البيت هذه الجماليات مثل حديقة من الظهور المتنوعة الألوان ومتنوعة الرواح والعطل اللي يخرج من هذا البيت يصبح بيت مبارك ما هي عناصر التربية بعد من أسس على العاطفة والحب؟ الأولى هو منها القدوة يجب أن يكون الأب والأم قدوات لأبناء وبناتهم ولهذا يجب أن يتحسن شخصياتهم وتطور شخصياتهم حتى تصبح في مستوى أن يكونوا أب وأم وربيين لأبناءهم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن أسلوب الثاني وأسلوب الحوار والهذرزة وحكايات القصص خاصة أبناءكم وبناتكم ما دون سلسة ابتدائي يحبون أن تتلع عليهم وتحكى لهم القصص المتنوعة وإن كانوا بعد الإعداد والثانوي يحداج منهم إلى حوارات ونقاشات على مواضيع متعددة مواضيع تخص البلد تخص الأم الإسلامية تخص كذا فالنقاشات هذه النقاشات تعطي أسلوب في الحوار من قبل الأولاد يجدون التحديث والكلام ونعرف من خلال هذه النقاشات أراهم ونصح إذ كان فيه أي خطاء وحسوا بأن الأب والأم أصبحوا في صداقة ما بينهم وتقربوا كثير جدا الثالثة وهي مهمة جدا أن يكون هم يعني يربوا بمواقف مواقف داخلية يعني مواقف داخلية داخل البيت أو مواقف في البلد أو مواقف في الأمة الإسلامية ككل نربيهم بالمواقف بمعنى أن الأمر تخرج وإحنا أنت موقف في الدكان أو في الشارع أو كذا هذا الموقف يفترض في هذا الموقف يحسن التصرف يحسن السلوك لأن رأوا أبنائك يروا هذه المواقف وكيف تفاعلت ما هذه المواقف إذا ذهبت للسوق فتعملت بلسانك بكلامك بحواراتك بأشياءك كل هذه الأمور التي تعملها أنت خارج البيت وسلوكياتك مع الناس فهذه كلهم يعتبرهم مواقف وهذه المواقف يجب أن تكون بدرجة جيدة وبسلوب جيد وكذلك بالنسبة للأم يجب أن تعمل على أن كل المواقف التي تقوم بها وسلوكيات تعملها للنساء من حول جيرانا أقربها لأن البناتك هيخدم منك هذا السلوك واتبع لك هذا السلوك لأن هذه مواقف وأنت سلوكت السلوك معين في هذا المواقف المواقف الخارجية مثلا مثل قضية فلسطين قضية الأمة الإسلامية قضايا متعددة فما رأيك في هذه القضايا فإذا تحدثت عنهم بشيء جيد فهم يتبعونك في رأيك في مثل هذه المواقف المختلفة لموجودة في العالم إذن الموقف مرة تحلل أنت بأسلوبك جيد وتعطي رأيك الصحيح فهم يتبعون كافي هذه المواقف لأن المواقف هي جزء من حركة الحياة وحركة الحياة هي تدريب وتطوير ونتعلم ونتربى من واقع الحياة وهذه طبعا سلوك متعددة كما ذكرت لكن تتأسس على الودوى المحبة ضرورية جدا حتى نستطيع أن نستخدم الوسائل التربوية المتعددة والمتنوعة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله والله وبركاته شيخ وليد بن عفان نعم شيخ يا سيدي صبحك الله بالخير حبيبي صبحك بالخير والله نحن سمعنا قالوا صارتهم عن قصة وانت جاي قزاز ما قزاز انت جاي الف قصة ضربة ما ضربة طيحة ما طيحة لا خلي 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 يبدع نحن نبو آخر أبديد بعدين نرده عقديم يا شيخ مه الحمد لله السلام تكي شيخ وليد يا شيخ وليد الله يسلم أكون بارك فيكم ما عليش يا سيد انت ابن عفان وهذا مبتلى يا سيد الله غير يا والله لا والله انك انت ابحث عنكم قال لبشروا بالجنة على بل وتصيبوا يا شيخ وليد جمبوا القصة الجميلة هذه بالتفصيل عشان لا مش شميلة بالك لا لا ما فيها طيحة وفيها جوتنا كيلك عتنا هي ما طيح لا مش طيحة ما ضعتش يعني يعني المهم حكي ان انت هو لما جيت للمكان ما ما كنتش قاعدين وما فيش حد يعني سبقناك يعني اه فشاف لي واحد من أخوتنا لتراك لما جاني هو يتكلم تركي منه شي يا والله اه اه فعني حتى قلت لأ انا بشو حتى بش تقوله من الانجل قلت لأ قلت له يسمك انجليش ما رجل قللي نو نو ما قلت حتى نو والله ما قلت ما عنده شي يوك 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 يقول لك يوك شو جاء واحد عندي شو انجليزية حكيت لقيت لنبي الجماعة يعني مشاخذ يعني شالي المكان بعيد بعيد ونرقى في الدروج وننزل مع دروج ونرقى مشو مع السيور السيور المدادة ذي هذي المكان اللي صورنا فيه لا ظلنت انت المكان تاع فلسطين وصول وظل عني بر اخرى مشان المكان بعيد وقال لي هذي هي الوصفة على غرفة بلك خاش عليك وقال لي كيف الروق وكيف نرجع من الكرنة أطويل الله ليه يا شيخ واليد ما قلتش على إقدانه هههه هي فاه الوقت مشاه فتب اتنسره يعني كنت هادت هنا بمشربة الفندق ببن الجزازة بلور زي ما هو ما ما تحسابت قدام الجزازة بالله مسروع كنت أسرع منك وبيفتottaك لكن هي بنجे، والله فحاسبته الوجه. وارتطمت بالجزاز والله انه اندخت يعني. جاء مسكني سندني. وقد اي جزاز مغبش يا شيخ والي. جاء من ورائي. اه لا نظيف خلوه مغبش خير والله. دعيت عليه يا شيخ اللي. لا لا ابد كان وراي هو جاء مسكني سندني والله. يعني انت اتضبطت الجزاز يا. هو الجزاز مصال لشي يا شيخ والي. اه. اه. لا اقرس انا شايك متيني جزاز. نان لي. قل له شو نصال لك. بارن انا صعب. الحمد لله السلام. يا شيخ من قبل حتى انا. الحمد لله سلامتك. اقسم بالله جاي نجري وانصر. وما نندري ايك بصيره تقول درطف. لو في جبت يا. عال اه القصة اللي. يكمل الشيخ يكمل الشيخ. وليد نزال يكمل اه. لا خلاص هذا اه. صدعت بفضل الله نصل لله. الحمد لله سلامت. حمد لله سلامت. والله يسلمك يبارك فيك والله. ماذا رزيك ترى انا. على قصة الكتب اللي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ في ذلك العصر البغيض يعني ما تكادش تجد في المكاتب شيء مما تطلب وأنت عشان تقراه كتاب خضر عنده هالك فهو جاب طبعا مجموعة هو كان يعشق الشيخ كشك وكتب أشرط غيرها فجاب مجموعة للشيخ كشك وحط معها يعني بعض حاجات أخرى للتغطية عليهم وبعضين روح وشاي الساكو هذا والشانط اللي فيها الأشرطة بتاع الشيخ كشك حاطها معاها في يد ما باتش يمشيني يعني مع الشناطين والحقائب هو ظن مننا هنا مش حيفتش وحيرولي وعدي فلما جاء في مطار بنينة امسكها واحد ضابط من جماعة الجمرك بس زي ما نقوله ولا ما أخبره مش أمي لا ما تفهمش يعني أنها طعنة فيه لكن من البدو يعني ما يفهمش من أقرش ربما حتى أمي فلما جاء بيجتاز طبور وقف قال تعال قال تعال قال تعال فتشك فتش لقاس ساكو قال شنو هذا قال لها تساكو قال لها شنو فيه قال له شوف حل كي لقى أشرطة قال له هذين أشرطة شنو قال كانت صادق الرجل قال لها أشرطة كشك قال لها كشك ظنه هو طبعا كشك كشك أندنا للستاوية قال لها كشك هذا قال لها قال لها عندي كشك يا باتي هاي 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 جميل عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم قال شراح الحديث المعنى أنه جمع صلاة العشاء إلى صلاة الصبح فهذا هو الذي قام الليل كله أما من صلى فرضا واحدا في جماعة دون الفرض الآخر فكأنما قام نصف الليل الشيخ يوصي ننتفهم أنك تقرأ بطريقة برايل وهذه كل حد يعرفها لكن مدوخني لما أبعث لك رسالة في الماسنجر ترد علي برسالة وتبعث لي عيقونة واحد يضحك وتدير لي في يعني مش حتى رسالة صوتية ولا نعم وفي المقالة تتعلق بشكل ما فيش أي أخطاء فهذه كيف يعني هو طبعا الحمد لله نحن يا شيخ علم الإنسان ما لم يعلم يعني التقنية طبعا الآن غزت العالم وما كانش الأعمى بمعزل عن التقنية فأنا عندي يعني من الأجهزة التقنية ما يمكنني من أن أدخل على أي تطبيق وأي برنامج وأستقبل منك رسالة مثلا على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا على أي حاجة نستقبل ونبعث ونوافق على فهذه طبعا شنو عبارة عن أنه فيه سطر إلكتروني يسمى قارئ شاشة سكرين ريزارز يعني هذا في جهاز التليفون هذا في كل أجهز العميان أجهز في التليفون في الهاتف ولا هذا جهاز خارجي لا نستعمل في الآيفون العادي لكن عندي جهاز صغير يربط مع الموبايل مباشرة يتحكم في كل شيء تمام فنقدر نخش على جوجل نخش على اليوتيوب نخش على تويتر نخش على الفيسبوك نخش على المسينجر على الواتس أب على سمي ما شئت التك توك الحاجة محيدة ما زلت مخشتش عليه يعني وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد دراتي كم عالم آخر فتح بالنسبة والله أذكر أنا زمان كده لما نصبي نلمس كمبيوتر مثلا حس نفسي قدام عالم غير طبيعي ونستطيعش أننا نفكر حتى مجرد التفكير أن ندخل عليه الآن الحمد لله لا الآن حتى الكتب مثلا حسب مثال في دراسة الماجستير والدكتوراه كله ننزل فيه من الانترنت من المكتبة الشاملة ونحول فيه لا وصنع عندكم عالم آخر أعتقد في نقلة في أنس جديد طبعا أكيد أنت بتعامل مع العالم الافتراضي بتعامل مع العلاقات الاجتماعية تعامل مع الناس بشكل سلس بشكل أسلس من السلسعة أنت مازل قيادة السيارة بس يعني والله بالتجربة قدتها لكن مش عد قيادة احترافي لا رد بالك الله نحمل ديك لا ولا درناها من قبل يا أستاذ فراج مرة نذكر واحد صديقي قلت له الله يبارك فيك أعطيني سيارتك خلينا نسوك أنا أخذ بيجير طبعا مش سريع لكن ماسك معاك لا ومش ماسك هو يقول لي شوية من شوية صار بس يحرك فيها بصوتها تمام فالمهم خشيت لقيت جماعة كبانية في أول الشارع جماعة الكسايدية عرفهم بعد الترويح حطيها عند الفجر أيوة تكيت عليهم قلت لهم طاضي الهدي طبعا مع الجزاز قلت لهم عندكم ولا يا شباب ويصبوا كل بي يا شخ استعداد صديموا بويتوا أسقط في أيديهم فجربت نقيات السيارة وراكبنا حتى الحصان نذكر حتى فيه موسم موسم من نسايم عندي كلمات جميلة فوق الحصان ذلك الضخم تبيني ساعتين تبيني لك لما بدري قلت نمزح مع ولدك قلت لها ادعي البوك واليواء الآن يسأل قلت لي في نكتة ونحكيها لك هذه في قصة جميلة حقيقة زمان كيف مجموعة من العميان يهدر زمع بعضا مجموعة من العميان كاسد وما بعضا ما عرفت كيف ولا حشيتهم من موكال وهدرز فالمهم عند دولية متعبتة مزجرة حالة كل ما يتأخر فالصاهرة تدير فيه ليلة مركز انت مسيبني انت هذوم ما عرفكتها مع طيبة يوم عرفت ما عرفت خير وغيرت فلسو بيك وغير كذا قال لا تودش مالك ومالي فلسو بي فلسو بي فلسو بي ما عتي ما عنديش مندير ونعدي يعني قالت لا خلاص لان بتعدي معهم ننقلنا مع التصحر قال لا باي خلاص حسرة بالكثير نجي عاد صاحبنا يومها فهمت ولا دل فول ذكي القصعة دهك منها دهكة طيبة فهمت ولا والتكامع الشاي عاد شوية مكسرات شوية هدريز شوية حركات لقال ساعة اثنين يا عليك ليلة قال للمستر الله والله الولي رب تدير والدير قالوا لا والله مدرم نديره لك خدهم السواق ووصل لنا دي الحوش فهو نازل طبعا بيحط المفتاح في وين في الباب بيفتح فتح الباب وخش سكر فواحد من جميع قال لهم ادعوا لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل طبعا الشيخ يسري والله لا تكفي لا ساعة ولا ساحتين بحرنا وباب يسري أنا مضطر بس قبل ما نختم نبيك تختار لقصيدة اللي تسأل فيك ساعة وثنين في الليلة قلوا ما تسألش فيه أنا لا تسألش فيه هنا يا قبي اختار لنا قصيدة كذا ونبيها تكون قصيدة غزل ما نبيها تكون قصيدة أي نوع آخر والله يا شيخ شنم هذا سؤال مفاجل حقيقي هذا الفخ أنا لست بشاعر ولا أحفظ كثير من الشاعر والله يفرج بأمان طبعا كنت المتنبي والبحث لا 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 نقرأ لهم وكذا نعم لكن والله يعني اخترنا أي أبيات بلايش الغزل اخترنا حاجة أخرى والله شنو نقول لك أنا 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 ممكن نعطيك أبيات حتى شعب لا 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 أنا نعطيك أبيات وكنك وكنك طلعت لي معنى كلمة واحدة يبدأ أنا مستعد لا ما تختبرني هو الجميل الجميل في الأبيات أصلا حررت كيف أنت تبي مني أبيات صح هذا يسموه فيه الشارح الحلمانتيشي تسمع فيه الشارح الحلمانتيشي تمام يسمع هاي ثلاث أبيات ARM عطينا قصيدة حلمانتيشية ولعلك تخرج منها كلمة واحدة فقط شان قال يسرر هالدار في الشارح الحلمانتيشي هو اللي كاتب هو ي Очень هالدار قال ومدعشر بالقعطلين تحاشرمت تحاشرمت ومدعشر بالقعطلين تحشرمت ومدعشر بالقعطلين تحشرمت خرناثتاه في هيسل المتفعسلي الهيكذوب الكيكذوب تهيهعت في روقة العلقبوط المنفلي وتفشحل الفشحاط في شحط الحفة بروباكتاه في روقة البؤبولي بؤبولي صح لسانة كلها استردت فيه خرص يا فروزة في الدورز عرفته هذه ختامها بؤبولي الله يالله و لذلك خرصت من هذا الفقر مرة واحد جاني في قضية الطلاق وهذا طبعا نتيجة الأسف الاستهتار ليحصل بمسائل الطلاق بالذات يعني و خاصة في هذا الوقت أصبحت في موجة عندي كثير من رجال يقول لك والله أنا طلقت طلاق تهديد طلقت طلاق مش عارف أو طلقت و غيرت رأيي فيه لقال لي أنا صحة طلعت مني كلمة الطلاق لقد انت رجعت فقلت له هي مش لعبة كارطة ما هيش لعبة كارطة هي فيه قلت له طلقة طلقة آه طلقة طلقة الله يفتعليك فمرة واحد جاي يحكي لي قال لي والله شيخ أنا حصل موقف اليوم قاعد قدام الحوش قال نشرف في شاهي فجاني واحد جاري قال لي يا فلان في طرف السيارة اللي شفتها عندك من قبل قاعد قال لا والله عليه الطلاق ما هو قاعد سجد له حده على طولك فقال عدى الراجل قال لا بايا خد سوق و مشا الوليية تسمع فيه كنس وراء الباب قاعدت له طلق علي واللي الطرف اللي أنا شفتها حطيتها في المكالف لاني تسيتها فخش معها في دوكة قاعدت له كيف هذه الطلقة وعددي أسأل عليها الشيوخ و كذا قاعدت له بايا انتش من فكرتك يعني قال لي لا أنا الفكرة اللي عندي ان الطلاق اللي ما تسمعش الزوجة لا يقع قلت له هذا ولا طلاق بتطيحه ما ولا سيارة ما ولا سيارة كبيرة قلت له هذين طلاق طنطات هذا مش طلاق المتاع عادي يعني فالحاصل يعني أنا أقصد أن الحقيقة الناس أصبحت تستهين في مسائل الطلاق بطريقة عجيبة يعني للأسف أن كثير من الناس عندهم طلاقات موجودة ومسجلة عليهم فعليا وهو يعيش مع زوجته بالحرام و العياذ بالله شيخ يسلي ذكرتني بطرفة في عرس من الأعراس الاجتماعين الناس كعادة الليبيين في هذه الأعراس ففي واحد من الناس عليه الوقار و السمت الطيب و معاها ابنة يعني في هذا العرس و فيه في العرس واحد من الحضور يعني يكسر الحال بالطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق أنا لا أحب طبعا هذا و لا أحب أن أكرره يعني أستثقله على لساني ولكن هذه طرفة حقيقية و واقعية و أنا سمعتها من أحد الحضور لهذا الموقف فجاء الراجل الخير هذا جاء للشخص اللي يحلف بالطلاق قال لها أنت مبدري تحلف بالطلاق و كثرت عليه الطلاق عليه الطلاق و نحنا معانا ابنائنا و هذا ما يليقش يا أخوي الكريم قال عليه الطلاق ما ريتك إيش؟ قال لما أنت تحلف بالطلاق قال عليه الطلاق ما ريتك لا والله الأشد من هذا يا شيخ محمود أنا نفسي شفت واحد زمان كان حتى هو مد من طلاق يعني بين الطلقة طلقة فسألت فقلت له يا أخي حرام عليك روي كنا ماذا خطير و قعدت نشرح له قال لي لا لا أنا قضية ذي حل مشكلتها أفطنى حل شيطاني مش طبيعي بك فقالي نطلع في الصبح و نقول عليه الطلاق ما هو قال لي طلاق والله بهذا المنطق فشوف الناس كيف تتلاعب يعني حقيقة كارثة كبيرة كيف الفقه يا شيخ سامي لي طبعا هو الطلاق في هذا النحو أن الطلاق ثلاث جدهن جد و هزلهن جد الطلاق و الرجعة و العتاق يعني ما فيهاش لعب ما فيهاش هزار زي ما قوله إحنا ولذلك الطلاق يعني إذا زي ما قال الشيخ طلقة طلقة معناها زي نحن نقوله طلقة الرصاصي طلعت ما زال تولي عاش تولي خلاص تمت فالطلاق طبعا كثر بنسب كثيرة جدا اليوم يعني وصلت حتى تقريبا إلى أربعين في المية نحن عندنا في الزواج في السنين الأخيرة هذه وأسبابه كثيرة منها مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون الزواج للدين لا لغيره لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تنكح لأربع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بأن نتزوج لهذه الأربع وإنما يحكي لنا واقعا موجود يقول أراه تنكح المرأة لأربع الناس ينكحون لجمال ولمال وليحسب وليدين طيب ما موقفك أنت أيها المسلم من ذلك هل إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا واقع ثم يقول فضفر بذات الدين طيب إذا وجد مع الدين أي أمر بهذه الأمور لا يضر ينفع ينفع ليش باس لكن الأساس هو الدين قد نتغاضى على الجمال إذا وجد الدين قد نتغاضى على المال إذا وجد الدين هذا معنى فضفر بذات الدين فمن تعلق بغير الدين راه افتقر هو هذا افتقر أنه اضيع مننا الزوجة هذه لأن لم يمتت الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولذلك هذا أحد الأسباب ومن أسباب الأخرى الزواج الصغيرات وهذا نعاينه كل يوم تجد ولذلك فتاوى الطلاق في اليوم أقل شيئا تأتي ثلاث فتاوى في الطلاق كل يوم حدد غير كبير جدا كيف الحل مشكل في مشكل يعني أسباب عديدة في من لا يفهم معنى الطلاق ولكن لا يعذره الفقه ولا الإسلامي هذا ولأن هو يقول كل طلاق يقع من يراه غير واقع ما ينفعش يا مشاكل الله لا ينفعش نساء محبت بعطر زدي ففاح شذاها بجمع بهي نساء مخير وجود كنور من البدر في الأرض زاهم سريم لمرضات رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي بدعوات صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة